موسيقى في اطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة نظمت امانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور احمد العطيفي زيارة لمحافظة الفيوم في مؤتمر تعرفي بانجازات الدولة المصرية بتواجد بعض قيادات الحزب وعدد من المسؤولين كلنا فخر وسعادة اليوم واحنا في الفيوم عايز اقول لحظاتك بعد جولة لمدة 8-9 اتيام على كافة محافظات الصعيد نهاية بالفيوم احب اقول لك وانا بكل ثقة احنا مطمئنون على جاهزية قواعدنا وكوادرنا التنظيمية على الارض في كافة ربوع مصر بمشيئة الله تعالى لتقديم نموذج مشرف في الاستحقاق الرئاسي في دعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة قادمة بمشيئة الله استكمالا لمسيرة العطاء والتنمية التي بدأها سيد المؤتمر النهاردة حضرتك شفت حضره ما يقرب من الالفين كادر تنظيمي من الحزب على مستوى المحافظة بمختلف اماناته حتى القرى والكوادر دي جاهزة وعلى تم الاستعداد لبازل قصارى الجهد لدعم سيدة الرئيس في الحملة الانتخابية الالاف كانت حضرة وده بس تبعنا عشان المكان لكن احنا بنأكد على دعم سيدة الرئيس الانتخابات جديدة ودورة جديدة وان شاء الله مستقبل مصر ويستكمل مسيرة التنمية ومسيرة التقدم في الفترة اللي جاية احنا ان شاء الله في محافظة فيوم جاهزين تماما من دلوقتي للقيام باعمال الحملة للتخابية لسيد الرئيس وزي ما ساعتك شفت في المؤتمر كل الدعم كل الفئات موجود وان شاء الله احنا نتمنى وده هيحصل بإذن الله في أعزاء الطبيعة ان احنا ان شاء الله نقوم بدور محترم جدا ونظهر صورة جميلة عن محافظة فيوم المؤتمر عمل على توضيح التحديات والمعاوقات التي تواجه الدولة المصرية كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابية واهمية المشاركة الفاعلة طبعا بنبلغ القيادة المركزية كل نقيد واحدة في الحملة الرئاسية لتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نبع سلسالة الى قيادات الحزب جميعا بنقول لقيادات الحزب الفيوم يد واحدة رجل واحد على قلب رجل واحد وندعم السيد الرئيس في استكمال مصيراته التنموية انه هو يوم في حب مصر ويوم ليه في حب مصر لانه هو في حب اللي يعتبر الأب الروحي لجمهورية مصر العربية واحنا من محافظة فيوم بنقول للرئيس كمل مشوارك واحنا معاك وكلنا دعمين لحضرتك وبإذن الله خير لمصر كلها وطحيا مصر تعتبر الفيوم هي المحطة رقم ثمانية في خطة حملة الحزب التعريفية والتي تنطلق بدافع المسؤولية الوطنية التي تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات اشتركوا في القناة